نظمت صحة المينيا قافلة طبية علاجية لأهالي قرية الإدارة بمركز ملوي بمحافظة المينيا وذلك في إطار الاهتمام بمواطن المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجال وأكد منصق القوافل الطبية بالمينيا محمود خليفة أكد على أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها الأطفال، البطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبدلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المينيا معنا النهاردة تخصصات يلب وبطنة وأطفال ونساء وخدمات تنظيم أسراء وأسنان وجراحة وأنفوزن وجلدية بالإضافة لمعمل تفايليات، لمعمل دم، جهاز إشاء إكسري، ندوات تسقيق صحي، خدمة كشفة بكر عن الضغط والسكر معانا صيدلية بها كل أدوية الموجودة بالتخصصات المذكورة عندي تحويل للمستشفى لاستكمال العلاج أو إجراء فقصات أو عمليات علاقة في الدولة